بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم معالي تشاولا جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بحث العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتنميتها في المجالات الاقتصادية والتنموية والبرلمانية وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة كما تطرق اللقاء الذي جرى في قاعة الشعب الكبرى في بكين إلى دور البرلمان في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام واستعرض الجانبان أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز البعد الشعبي للعلاقات الثنائية ما يبني جسورا من التعارف بين الشعبين الإماراتي والصيني حضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو ورئيس الدولة خلال زيارته إلى الصين